مع نهاية عام وبداية جديد يدخل العراق فصلا جديدا من فصول الخيبات المتوالية وان انخفضت في بعض منها الا انها ترتفع في مؤشرات اخرى ما يشبه توالي الضربات الاقتصادية تارة والسياسية والامنية والاجتماعية تارة اخرى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الجديد الذي ينجز خلاصة اوضاع مئة بلد حول العالم يسلط ضوءا ساطعا على احداث العراق التي اتضح انها مثقلة بخيبات سياسية واقتصادية وحقوقية على وجه الخصوص في العام الماضي خلفت احتجاجات الانسداد السياسي ثلاثين قتيلا وعشرات الجرحى وبحسب تصنيف برنامج الامم المتحدة الانمائي فان العراق عش انهيارا جديدا في العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين ولم يختلف الامر كثيرا في كردستان تحت عنوين تحديد حقوق الانسان الاساسي ولا تعني حصيلة ثلاثين قتيلا في العام الماضي كان خفاض عن الفين وتسعة عشر والفين وعشرين بعد تسجيل مقتل اربعمائة وسبعة وثمانين متظاهرا ان العراق وصل الى نتيجة مرضية في تقييم مواشر حقوق الانسان فحالات الخطف والقتل والاغتيال ظلت مستمرة وان كانت على شكل موجات متباعدة يقول تقرير المنظمة الدولية ان استهداف منتقدية الحكومة كان نهجا بارعا لدى جهة متنفدة واجندة احزاب سياسية ما اسفل عن احتقالات سحفيين وناشطين وسياسيين اضيفت الى مجمل مقتل خمسمائة ناشط وسحفي على مدار العشرين عاما الماضية اما الضربة القاسمة لظهر مواشر حقوق الانسان تظهر برقم كارثي انساني حيث يوجد في العراق مليون عراقي نازح لا يملكون وثائق ثبوتية ولا يمكنهم الحصول على شهادة ميلاد وزواج ووفاة ما يعني انهم واطنون بلا وطن ويرتبط الرقم الصادم بكارثة استمرار استلاء لا دولة على سيادة الدولة والقانون اذ تستمر الخلاي الارهابية النائمة باليقظة بين فترة واخرى اضافة الى وجود جامعات مسلحة وسلاح منفلت يهيمن على مساحات واسعة من العراق كارثة انسانية اخرى تتمثل باعادة بطيئة جدا لقرابة ثلاثة ملايين مواطن من سوريا لم تعمل الحكومة المتعاقبة على اعادة نحو سبعمائة عائلة منهم مائتين وخمسين طفلا مصابون بمرض السل حقوق الازيديين والتركمات والمسيحيين وحقوق المرأة التي تعاني العنف الاسري والابتزاز دون وجود قوانين رادعة بفعل سطوة حجبية سياسية تحرك اجندات ولاءات خارجية كل هذا واكثر في عام جديد يدخله العراق دون ان يحل ازمات حقوقية انسانية بفعل غياب ارادة سياسية وسيادة حقيقية تغير الواقع المرير او كما يحذر مراقبون محليون ودوليون اشتركوا في القناة